أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقام زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس قمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطق مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير واصقد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عرود الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استدقاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشرقات حتى يؤمنوا ولا أمتم مؤمنة خير من مشرقات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشرقين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرقات ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيب قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيب ولا تقربوهن حتى يتهرن فإذا تطهرن فأطوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرق لكم فأطوا حرقكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقفوه فبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أنتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم إن تربص أربعة أشهر فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا اتقلاق فإن الله سميع عليم فالمتقلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة خروق ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أتقلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدودا لله إلا أن يخافا ألا يقيما حدودا لله فإن خفتم ألا يقيما حدودا لله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن تقلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن تقلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا تحلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزبا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم